اشتركوا في القناة وقد تتهرت الارض بعد نحو تسع سنوات من جهود مكافحة الارهاب والنجاح في القضاء عليه على يد ابطال القوات المسلحة والشرطة بالتأكيد واهالي سيناء لتعيش شبه الجزيرة فجر جديد وتبدأ عهد من التنمية في مختلف القطاعات معركة البناء والتعمير في ارض الفيروز ارض سيناء الحبيبة وما تحقق من انجازات وانعكاسات بالتأكيد في المستقبل نحاول كتير هنترح النهاردة على ضفتنا الكريمة في الستوديو في برنامج هذا الصباح مع حضرتكم الأستاذة مناقشة الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أهلا بحضرتك معنا أهلا بحضرتك يا سوزة أمل كل سنة وحضرتك طيبة وكل سنة ومصر دايما في انتصارات وعزة وكرمة حيانا سعيدة طبعا بوجود حضرتك معنا عنصر نسائي من الوجوه الشابة الوعدة صاحبة الفكر والرأي المستنير والمعلومة أيضا دي حاجة الحقيقة تشرفني جدا أنا متشرف جدا في هذا اليوم المميز خليني أبدأ مع حضرتك والحديث عن أرض سيناء وأهميتها القصوى البالغة لمصر وأيضا على مر التاريخ حضرتك عارفة أن سيناء كان لها دور خاص جدا في التصدي لكل المعتدي وكل من يحاول أن يصل بمصر قطع عزيزة من أرضها حديثيني عن هذه النقطة الحقيقة سوزة أمل وإحنا بنشير إلى أهمية سيناء يعني فهي إلى جانب كونها محور استراتيجي مهم للأمن القامل المصري هي أيضا على مر التاريخ حضيت بأهمية عسكرية وأهمية دينية وجغرافية ويمكن ده كان سبب رئيسي في أنها كانت محطة أنظار للكثير من الدول والأطراف التي كانت تحاول بشتى الطرق الممكنة لخلخلة هذا الجزء وانتزاعه من السيادة المصرية والحقيقة أن كافة هذه المحاولات التاريخ أثبت أنها جميعها بقت بالفشل وأن أرض سيناء كانت عصية على أي مستعمر أو أي محتل أو أي عمل إجرامي أو إرهابي بفضل تضحيات أبطالنا وجنودنا البواسر اللي أثبتوا أن سيناء جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية طيب الحقيقة أنا كمان حابة أتحدث مع حضرتك يعني دفتنا الكريمة في الجهود اللي لعبتها الدبلوماسية المصرية الجهود المهمة جدا أقيد بعد معركة نصر أكتوبر وده بالتأكيد لاسترداد كل أرض سيناء وده من خلال المفاوضات الزكية الوعية الحقيقة احنا بعد ما حقنا النصر العسكري في أكتوبر 73 كان دخلت مصر في معركة جديدة ولكن هذه المرة كانت في الساحة الدبلوماسية ما بين الجانب المصري اللي كان اللي أعلن أنه مش ممكن أبدا يتنازل عن أي شبر أو أي جزء من أراضي سيناء وما بين الجانب الإسرائيلي اللي كان بيحاول بكافة أشكال المراوغة والمماطلة أنه هو يثبت أن طابة لا تخضع ليه السيادة المصرية والحقيقة كان يعني مصر خادت معركة دبلوماسية استمرت سبع سنوات ووظفت فيها مصر أدوات القوة الذكية زي ما حلق ذكرت منذ قليل جمعت ما بين الجهود العسكرية وجهود الدبلوماسية ونجحت في استرداد أرض سيناء كاملة وفي استرداد طابة وخرجت بنموذج مشرف أثبت للعالم أن المفاوض المصري يتمتع بالقوة والصلابة والمحاولات الدقوبة للحفاظ على أمن والاستقرار الوطن وأثبتت للعالم كلهم المصريين مش ممكن أبدا يتنازلوا عن أي شبر من أرض مصر حيث زي ما نحن نتكلم الوقت مع حضرتك معنا على الشاشة صور لعملية التنمية والجهود المبدولة من الدولة المصرية لتعمير أرض سيناء في كل القطاعات الحقيقة مجهود عظيم وكبير من الدولة المصرية للتنمية على أرض الفيروز أرض سيناء سواء على المستوى التعليمي أو المستوى الصحي أو مستوى المشروعات وتوفير فرص عمل وتمكين أهالي سيناء بالعمل في أرضهم هذه نقطة مهمة جدا لأن حضرتك أكيد فكرة أن حديث عن سيناء في السنوات الأخيرة تحديدا سنة 2011 و2013 حضرتك أكيد فكرة أن في هذه السنوات حد دلوقتي مصر بتكافح مسألة الإرهاب وعملية الإرهاب والحقيقة مصر انتصرت انتصار كبير وعظيم في هذا الملف تحديدا ولن ولم تتنادل عن أرضها وجففت كل منابع الإرهاب وأيضا زي ما شايفين مع حضرتك دلوقتي مشاريع التنمية تزدهر حديثيني عن هذه الفترة لو سمحتوا بالتأكيد مجودات الدولة المصرية في حقيقة الأمر الجهود اللي قامت بها الدولة المصرية أو استخدام سلاح التنمية كان محط إشادة واهتمام كبير على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي والمستوى الدولي في الحقيقة من بعد عام 2011 الحرب الشرسة اللي خدتها مصر ضد الإرهاب لا تقل أهمية عن الحروب اللي شادتها أرض سيناء على مدار العقود السابقة بل كانت المعرقة مشاهداته مصر خلال العقد الأخير كان الأشرص والأخطر يعني احنا بنتحدث عن أنماط جديدة للإرهاب تجمع بين الأنماط التقليدية والأنماط الحديثة وجدنا محاولة الكثير من الأطراف والعناصر الإرهابية أن تجعل من أرض سيناء بقرة خصبة ومرتكز جغرافي رئيسي لممارسة كافة أعمالها الإجرامية واللي زادت حدتها الحقيقة بعد عام 2013 وقيام ثورة 30 يونيو وما خدته الجامعة الإخوان الإرهابية من معركة وجود استهدافت كافة مؤسسات الدولة المصرية واستهدافت المدنيين قضاء جيش شرطة مشروعات تنموية وخلافه يعني كل هذا الخطر والمشهد الذي كنا نراه في سيناء من أوقار وخنادق ومعسكرات لتدريب العناصر الإرهابية في محاولات دقوبة من تلك العناصر لخلخالة سيناء وانتزاعة من سيطرة الدولة المصرية كل هذه الجهود تم مواجهتها بشكل ناجح بمقاربة أمنية بمقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب ما ركزتش فقط على جزء العسكري رغم أهميته لكن جمعت في طياتها جهود تشريعية جهود تنموية جهود فكرية يعني جهود دبلوماسية تم توظيف كافة أدوات القوة الشاملة للدولة المصرية من أجل القضاء على هذا الخطر ويمكن كان العنصر المميز في هذا الأمر هو سلاح التنمية يعني الاستراتيجيات الحديثة لمكافحة الإرهاب بتنص على أن المقاربة الأمنية لا يمكن أن تقتي ثمارها فقط في القضاء على العناصر الإرهابية نظرة لأن مثل هذه التنظيمات تنطلق من بنية فكرية وأيديولوجية وتستغل بتخوض حرب اقتصادية شرسة ضد مؤسسات الدول من أجل جذب المزيد من العناصر المخططات الإجرامية كافة هذه المخططات تم موجتها بسلاح التنمية وأدركته الدولة المصرية ووظفته بشكل ذكي وبشكل يعني دقوب وبحرص من الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة وكافة مؤسسات الدولة على متابعة ما يجري على أرض سيناء لحظة بلحظة وخطوة بخطوة سلاح التنمية بيضمن يعني يمكن وإحنا بنتكلم على مكافحة الإرهاب شكله الغير تقليدي شكل الزئاب المنفردة شكل محاولة جذب العناصر عن طريق الفضاء الإلكتروني محاولة قيام ما يسمى أو المخططون الإفتراديون اللي بتستطيع عن طريقهم التنظيمات الإرهابية نتكزب عناصر جديدة القضاء على هذا الخطر لا يمكن تحقيقه من خلال الجهود الأمنية فقط وده بيوضح التفكير الاستراتيجي للقيادة المصرية نحن مش هنقضي على الإرهاب في اللحظة الحالية الجهود العسكرية يمكن أن تحقق نجاحات تكتيكية على أرض الواقع في اللحظة الحالية أنها تقضي على كافة المعدات الليجستية اللي تستعملها هذه التنظيمات ولكن القضاء على الإرهاب في المستقبل وضمان الحفاظ على الأمن القامل المصري والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية يتطلب السير بالتوازي أيضا مع جهود العسكرية في سياق التنمية في سياق الوعي في سياق المحاربة الفكرية ومن اللحظة الأولى الجمهورية الجديدة رفعت شعار محاربة الإرهاب في سيناء بالسلاح وأيضا بيئة التنمية اللي غطت أرض سيناء من شمالها وسطها وجنوبها وكانت تنمية في كافة القطاعات ما كانتش بس محط اهتمام محلي لكن الحقيقة أنه حينما حيثما وجدت أو كان هناك الحديث في أي مؤشرات دولية أو إشادة دولية بجود مصر في مكافحة الإرهاب كان يتم الإشارة إلى ما تم تحديدا على أرض سيناء وعلى نجاح التجربة المصرية يمكن كان يعني اسمحي لي وشير لحركة في عجلة سريعة على هذا الأمر خلينا نتحدث مع حضرتك عن الإشادات الدولية هنجلها ولكن أنت تبقى قلت نقطة مهمة جدا طبعا قبل ده لازم نشيد ونؤكد أنه أرض سيناء ومكافحة الإرهاب تفعنا تمانها بالتأكيد من أرواح ودماء الجنود المصريين من الجيش والشرطة الفرحمة ونورة على كل شهيد بالتأكيد يعني فقدناه وضحب دمه علشان خاطر سيناء ولكن حضرتك دولتي قلت نقطة مهمة جدا وهي مواجهة عناصر الإرهاب بعدة طرق التنمية وأيضا الوسائل التكنولوجية وصححي لي لو أنا في امتغلق من حضرتك لأن الدولة ماشية على مصارين متوازين بالتأكيد في الأول مواجهة الإرهاب وتكفيف كل المنابع وطبعا دفعنا الثمن مقابل هذا النصر العظيم في الخطوة الثانية تحقيق التنمية والحقيقة برضو أهالي سيناء أهالينا العظام والجمال كانوا متعاونين جدا وعلى قدر المسئولية مع الدولة المصرية في المجال الثالث أو في النقطة الثالثة هي التنمية التكنولوجية في الدولة المصرية سواء في سيناء أو في كافة المجالات حدثيني عن هذه النقطة لو سمحت وإزاي نوصل لها علشان نوضحها أكتر وزي ما حرجت ذكرتي يعني فيمتك صح آه صحيح يعني هي فعلا يعني مصر لما جاءت كافح الإرهاب هي حطت مقاربة شاملة مش بس في الجزء التكنولوجي هي أيضا في الجزء الفكري في مجال التنمية في مجال الوعي في مجال الصحة في مجال التعليم المقاربة شاملة خطة كاملة شاملة بتسير بالتوازي في كافة الاتجاهات يعني يعني يمكن ده كان التحدي الأكبر يعني أنه رغم كافة العقبات اللي حاولت التنظيمات الإرهابية واللي أشار إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة أنه كان العناصر بتحاول أنها تهدد المصريين وتمنع أي حد أنه هو بيحاول أنه ينمي أو يعني يشارك في هذا الجهد التنموي العظيم في سيناء كانت هذه التنظيمات بتحاول تهديدها بشكل أو بآخر ولكن كان يعني مصري قدرت أنها تتخطى هذا التحديد ليه بنتكلم على مواجهة الإرهاب في الفضاء الإلكتروني لأنه زي ما قلت لحضرتك أنه إحنا يعني أصبحنا أمام ظاهرة في غاية التعقيد ظاهرة يعني لكن الدولة المصرية زي ما نقول بالبلد يمسحصحة جدا جدا بكل اتجاه يمكن أن أو كل ثورة يمكن أن يدخل منها الإرهاب صحيح وأدارت هذا الموضوع بشكل زكي أنا أحفرحك متخصصة في هذا المجال علشان كده بحاول أفهم من حضرتك علشان ننقل المعلومة يعني بجانب مشاريع التنمية أيضا هناك فكر توعوي فكر تنموي فكر استراتيجي فكر ثقافي فكر في التكنولوجي هو المستقبل الآن خليني أرجع نقطة حضرتك لماذا تهتم بهذا المجال تحديدا الآن يعني تهتم بهذا المجال لأن زي ما قلت لحضرتك أن مصر قدرت أنها تنتبه بذكاء لطبيعة هذه الظاهرة يعني مصر في مقدمة الدول اللي درست جيدا طبيعة الظاهرة الإرهابية وأدركت أنها عابرة للحدود وأنها لا تقتصر على الجزء المادي في شكل تواجد خلايا أو عناصر إرهابية فقط في بقعة جغرافية بعينها لكن مصر كانت يقزة ومتنبهة ومدركة تماما لكافة تطورات الظاهرة الإرهابية سواء على الفضاء الإلكتروني سواء على يعني انتقال وتمدد العناصر عبر البقار الجغرافية المختلفة وزي موطر حريك من شوية يعني إحنا كان اهتمامنا تحديدا بالجزء التكنولوجي لأنه ده ساحة كبيرة وساحة يعني للأسف كانوا يعتقدون أنها ستكون ساحة معقدة ولكن دولة مصرية قدرت تدير هذا الأمر طيب خلينا نتابع مع حضرتك المزيد من المعلومات عن جهود الدولة لتحقيق التنمية في سيناء من واقع دراسة للمركز المصري للفكر من خلال العرض التالي ونرجع تاني لحضرتك مع حضرتكم لمناقشة هذا الأمر الهام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رجعنا لحضرتكم مشاهدين مع الأستاذة مونة قسطة البحثة بالمركز المصري لفكر والدراسات الاستراتيجية حيا دكتور مونة قبل الفاصل أو أستاذة مونة قبل الفاصل كنا بنتكلم عن حديك تحدثت فيه عن نقاط كثيرة مهمة تحدث الآن على أرض سيناء طبعا سيناء رجعت كاملة لنا بالمعنى الحرفي للكلمة الحمد لله طبعا سواء كان من الاحتلال الغاشم أو أيضا من الإرهاب الغاشم أيضا والأسود زي ما بنتحدث فيه الإعلام ولكن حديك قلتي نقطة مهمة جدا وأثارتي نقطة مهمة جدا أنه بجانب التنمية التي تقوم بها مصر على أرض سيناء أيضا هناك تنمية فكرية وتنمية ثقافية وتنمية في المجال التكنولوجي علشان الشباب الجداد اللي داخل دلوقتي على كل المواقع الإلكترونية من غير يمكن مش هسنون من غير واعي ولكن الشباب ومحاولة الاكتشاف ففيه وجود قوي وذكي من الدولة المصرية طيب خلينا نتكلم بقى عن الإشادات الدولية التي تحدثت عن الدور المصري في المسألة بشكل كامل في الدور المصري في سيناء سواء كان من محاربة الإرهاب أو من التنمية المحلية وتعامل الآن في كل المجالات هو الحقيقة يا سوزة أمل أنه بمنتهى الحياد والموضوعية والشفافية التجربة المصرية نجحت في أنها تطلع أو تخرج بمعادلة نجاح أشادت بها الكثير من الدول والكثير من المنظمات والجهادية والمنظمات والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب على مستوى العالمي يمكن كان مؤخرها في منتصف مارس المواضي صدر مؤشر الإرهاب العالمي في النسخة العشرة منه وهو مؤشر يصدر بشكل سنوي عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي ومعني برصد اتجاهات وخريطة النشاط الإرهابي على مستوى العالمي الحقيقة أنه مصر تراجعت في المؤشر ووصلت للمرتبة 16 نزولاً السنة اللي فاتت عام النسخة التاسعة على المؤشر في عام 2020 كانت مصر في المرتبة 15 وده بدأت تخرج مصر بدءاً من 2018 بنتكلم من أن مصر تراجعت من قائمة الدول العشر اللي بيتنفهم الإرهاب الأكثر تأثراً بالإرهاب على مستوى العالم يعني في 2017 كانت مصر في المرتبة التاسعة فكل ما بتنزل درجة مصر في هذا المؤشر كل ما نتراجع كل ما نتقدم طبعاً ده بيثبت تراجع ده بيثبت تراجع الإرهاب في مصر ونجاح مصر في قضاع الإرهاب والمؤشر أشار في النسخ المختلفة إلى نجاح التجربة المصرية ونجاح الجهود المصرية وكان بيشير على وجه الخصوص ووجه التحديد ما يحدث من تنمية على أرض سيناء ويمكن حالياً بيناس نحن نتكلم مع حضرتك على الشاشة يعرض الآن من المشاريع التنموية في أرض سيناء وما تقوم بها الدولة المصرية من مجهودات في كافة القطاعات بداية من البنية التحتية اللي هي أبسط احتياجات المواطن والتي تقدمها الآن الدولة المواطن المصري من الحدود إلى الحدود ولكن بأننا نتحدث الآن عن سيناء وأرض سيناء من حضرتك كمان متخصصة في الشؤون الإرهابية يعني وصححيلي طبعاً كيف ترينا بقى هذا الإنعكاس التنموي على الواقع وعلى المواطن المصري خاصة إن بالتأكيد حضرتك بتكون هناك على الأرض وتتعلي مع المواطنين كنا نتكلم قبل الفاصل حالي كنتين أنا لسه جاية من هناك وتكلمت مع الناس وكنتم موجودة في المشاريع التنموية كلميني بقى كامرأة شافت هذا الأمر على الأرض الواقع وأيضاً كشبه لأن دلوقتي الدولة المصرية بتقوم بدون مهمة جداً وهي تشجيع الكوادر والمواهب الشبه طبعاً يعني تشجيع في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الظهور على النصب التذكري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر سلام الشهيد سلام الله وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل يعبر عن الوفاء لشهداء مصر الأبرار ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وقام بوضع إكليل من الظهور وقراءة الفاتحات ترحما على روحه طاهرة وفي نهاية الاحتفال قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة بهذه المناسبة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة ولفيك من كبار رجال الدولة مشاهدينا رجعنا لحضراتكم من جديد وزي ما شفنا دلوقتي مع حضراتكم في بث مباشر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع إكليلا من الظهور على النصف التسكري خلينا دلوقتي نرجع مع حضرتك نجدد أيضا مشاهدينا الآن خرجنا مع حضراتكم في بث مباشر ووضع فخامة الرئيس لإكليلا من الظهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وأيضا شهداء القوات المسلحة كل التحية والتقدير والاحترام لكل شهيد ضحى بدمه على أرض مصر كل التحية والتقدير والاحترام لكل رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة البواسل اللي بيقدموا أروحهم ودماءهم فداءا لأرض مصر خليني دلوقتي أرجع لحضرتك أولا محتاجة من حضرتك دلوقتي تعليق على الصورة اللي بنشاهدها الآن وجهود الدولة المصرية في تذكر كل مواطن وكل جندي على أرض مصر يعني هو الحقيقة هي يعني مشهد يدعو للفخر بتضحيات أبطالنا من أبطال القوات المسلحة والشرطة وأيضا تعاون المصريين في سيناء وإصرار نموذج وتجربة يعني معبرة بشكل يدعو للفخر ونحن نرفع رؤسنا وإمام العالم كله أن مصر قادرة على التغلب على مثل هاتي التحديات وأنه الإرهاب مش ممكن أبدا يكون ليه أي متنفس أو أي مرتكز جغرافي على أرض مصر الحقيقة يا أستاذ مونة يعني ليت الكلمات تقدر أن هي توفي وتعبر عن إحساسنا تجاه ما تقدمه الدولة المصرية وتجاه التضحيات التي يقدمها كل رجل جيش وكل رجل شرطة يقدم روح وفداء للوطن علشان إحنا نعيش علشان إحنا نكون دلوقتي قاعدين في أمان وسلام ومتطمنين ومش خايفين من بكرة وقاعدين نتكلم مع حضراتكم في ناس تانية وفي رجال يضحون بأنفسهم يضحون بأروحهم علشان حضرتك تقدر تعيش طيب خلينا نرجع لهذا الحدث المهم أيضا من الحديث عن دور مصر المهم والواعي في الدولة المصرية والتنمية في أرض سيناء وكلما تحدث عن الإشادات الدولية صحيح يعني زي ما قلت لحضرتك يعني مؤشر الإرهاب العالمي أحد المؤشرات الدولية الدل على نجاح التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب أيضا لغة الأرقام كانت شاهدة على تراجع الإرهاب واختفاء الإرهاب من المحافظات المصرية أيضا إلغاء حالة الطوارق في أكتوبر 2021 كان يعني من وجه نظر الخبراء كان بينظر إليه على أن هو تتويج للجهود المصرية في إرساء معادلة أمنية مستقرة على أرض سيناء وعلى أرض مصر بشكل كامل يعني والحقيقة أنه مش بس مؤشر الإرهاب العالمي اللي أشاد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب أيضا كان في تقرير صدر العام الماضي عن مجلس الأمن الدولي كان بيشيد أيضا بجهود المصرية في سيناء وبيؤكد على أن مصر نجحت بالفعل في القضاء على الإرهاب وطالما الدولة المصرية حريصة على الاهتمام بكافة تفاصيل الظاهرة الإرهابية ومواجبة التطور يعني بالمناسبة كافة مؤسسات الدولة بتسير بالتوازي على يعني مواجبة ما يترق على هذه الظاهرة من تحولات وتطورات وانتشار وانتقال من بقرة جغرافية إلى بقرة أخرى يعني طالما أننا حريصون على هذا المستوى من النجاح والإنجاز بإذن الله يعني ربنا يحفظ مصر وإن شاء الله يعني مش هيكون يعني في وجود لأي آفة إرهابية أو إجرامية على الأرض مصر بإذن الله طيب خليني برضو أرجع مع حضرتك لنقطة مهمة جداً وهي حديك شهدت عيان أيضاً بجوار طبعاً حضرتك خبيرة في أشقون الإرهابية حدثيني بقى عن رؤية حضرتك وشهدتك من أرض الواقع من أرض سيناء عليك قلتيني أنا لسه رجعة من أوراك يعني تجربة تدعو للفخر يعني يكفي المشهد الأمني المستقر ويمكن كان فيه أيضاً صورة عظيمة وإحنا شوفنا الإفطار الجماعي اللي نفذه أهلي نفسينا في العريش يعني كان مشهد رائع وربما كان يعني بالمهازين المناسبة يعني كان فيه بعض الأعمال الدرامية في شهر رمضان اللي فات يعني كان مسلسل الكاتبة 101 على سبيل المثال كان بيوضح يعني دي معركة الوعي بتقودها الدولة المصرية بالمناسبة كان بيوضح حجم الخطر اللي كان موجود في سيناء هذا الإصرار على انتزاع سيناء من سيطرة الدولة المصرية وأيضاً كان ظاهر بشكل واضح إزاي المصريين في سيناء كانوا على قدم وصاق مع الجهود الأمنية إزاي الكيادة المصرية كانت الحريصة على التواجد وإزاي كان فيه إصرار على استكمال كافة هذه الجهود رغم المحاولة المستمتة من أهل الشر ومن جماعة الإخوان الإرهابية سواء عن طريق إطلاق العناصر الإرهابية في سيناء أو عن طريق حرب الشائعات اللي تخدها بالمناسبة يعني زي ما قلت لحضراتك احنا بنواجه إرهاب ومعركة فكرية أشرس من كافة المعارك اللي وجدتها مصر على عقود بنواجه إرهاب غير مرئي إرهاب من خلف شاشات إرهاب بنشر الشائعات ومحاولة النيل من ما يبذل من جهد حقيقي على أرض سيناء الحقيقة أستاذة مونة يعني زي ما قلت لحضراتك أنه يريت الكلمات تقدر توفي حقها ويريت لو سمحت لنا الصحف والصفحات أن احنا نكتب أو نذكر من التاريخ أو نتحدث عن بطولات البواسل والأطال من رجال الجيش والشرطة بالفعل سجلها التاريخ لا يريت احنا الكلمات تقدر توفي أنه هلك تحدثت عن القوة الناعمة فمهما تحدثنا ومهما كتبنا ومهما عبرنا احنا على المستوى الإعلامي أو عن المستوى الشعبي مش هنقدر نوفيهم حقهم من البطولات والتضحيات التي قدمها رجال الجيش والشرطة وما تقوم بها الدولة المصرية من تفكير واعي وزكي للحفاظ على أرواح المصريين من الحدود للحدود وتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري بالمعنى الحرفي للكلمة الأستاذة مونة قشطة البحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حضرتك شرفتيني والحيانة فخورة جدا بحضرتك شابة صغيرة في السن عندها هذا القدر الكافي من الوعي والفكر والدراسة والمعرفة أكيد حضرتك مصدر فخريني جميع شكرا جزيلا لحضرتك مشاهدين ومستمري مع حضرتكم فقرات هذا الصباح